ترجمة نانسي قنقر عزيز التنافسية والمكانات الاقتصادية لمملكة البحرين فبالرقم من صعوبة المرحلة إلا أننا وبفضل من الله نسير بثبات وبأداء اقتصادي قوي يبعث على الارتياح والتفاؤل بعودة واثقة لمسارات النمو بحسب ما تطمح له رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين التي تساهم بكفاءة عالية في تعافي اقتصادنا الوطني وتتعامل بشكل محترف مع التحولات العالمية المتسارعة للاستفادة من فرصها بهدف تعزيز التنافسية والمكان الاقتصادية لمملكة البحرين هذه الكلمات التشجيعية من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أكدت نجاح مملكة البحرين المتواصل في تعزيز تنافسيتها ومكانتها الاقتصادية لتجعل أبناء المملكة يسيرون للأمام لتقديم أفضل ما يملكون لهذا الوطن الغالي فهذا التفاؤل بالعودة الواثقة لمسارات النمو بحسب ما تطمح له رؤية البحرين الاقتصادية جاء نتيجة التوجيهات السديدة لجلالة الملك المفدى والخطط الدقيقة التي وضعتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وقيادته المتميزة لفريق البحرين في التعامل مع الجائحة العالمية الإصرار والعزيمة الحاضرة باستمرار من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبذل الغالي والنفيس من أجل صحة وسلامة المجتمع هو من ساعد البحرين على العودة إلى التعافي الاقتصادي وتجاوز كافة التحديات والعقبات التي واجهتها المملكة نظراً للاستجابة الفورية لمواجهة تداعيات كورونا ودعم القطاعات الاقتصادية فدائماً ما نرى تلك المبادرات المتعددة والحزم التحفيزية للقطاعات الاقتصادية المختلفة والتي لم تتوقف من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وبمتابعة من قبل مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتسير المملكة بخطوات ثابتة حتى تصل إلى التعافي الاقتصادي التام ورفع معدلات النمو وتجنب أي تأثير مباشر على المواطنين وزيادة وطيرة العمل للحفاظ على الأداء الاقتصادي المنشود فتكاتف أهالي البحرين وتعاضدهم هو المؤشر الذي يبعث الطمأنينة لتمهيد الدرب وتسهيله أمام مملكة البحرين في مسارات تعزيز الفرص الاستثمارية للوصول إلى الأهداف المنشودة بما في ذلك رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين والإسهام في رفض التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع والنماء على الوطن والمواطنين والإسهام في نهضة الوطن ومواصلة مسيرة التنمية والبناء وفي السياق نفسه فإن مملكة البحرين مهيئة تماما لتعافي اقتصادي ونمو الأهداف التنموية نظرا لبيئتها التجارية والاستثمارية لتشق طريقها باتجاه النمو بوتيرة سريعة وذلك بدليل احتلالها مراكز متقدمة في مؤشر الانتعاش الاقتصادي من تداعيات الجائحة العالمية بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف حدة تداعيات الجائحة طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر